يسعد لك الأوقاتكم وإيامكم يا رب بما أنه بلشت الشتوية والسقعة والبرد يعني أكيد تبلش موسم الشوربات والأكلات يلي بتدف القلب رح نحضر سوا شوربة اليقطيم مع البطاطا وصفة كتير طيبة وأكيد رح قدم معها صندوش الشبنة يلي دايما برافقة وبهيدا الفيديو رح قدم لكم التويست رح تنقل هيدا الشوربة من شوربة كتير عادية لشوربة ولا أطيب لك الفيديو للأخير لتشوفوا كده التفاصيل بقلب صينية كبيرة منقدر ندخله على الفرن رح منقطع جزر لمكعبات حجمه وسط بالنسبة للبومكين كمان رح نقشرها أو للأطين نقشرها ونقطعها لمكعبات حجمه وسط وبالنسبة للبطاطا كمان رح منقشر البطاطا ونقطعهم كمان لمكعبات حجمه وسط وبالنسبة لأنواع الخضروات يلي نحنا عم نستعملها عم بقطعهم كلهم بنفس الحجم تم ياخدوا كتير وقت عندي بالفرن رح منقشر كمانة ثلاث لأربع حصوص طوم واتركون صحيحين ما قطعهم لشرائح رح اخد كمانة حبتين من البصل قشرهم وقطعهم لمكعبات حجمهم كبير وبالنسبة للفلايف للحمرة بهيد الوصفة أنا بفضل إنو نستعمل الفلايف للحمرة غير الطعمي أنا بدي اللون يلي رح تعطيه لهيد الشوربه ورح نكي هالخضروات يلي عندي بالعشاب الطازة مثل التايم وإكليل الجبل أو الروزماري وإذا متوفر عندكم أنواع تانية من الأعشاب الطازة طبعا فينا نستعمله لأنه كل نوع من الأعشاب ببيعتي تعمية كتير طيبة للخضرية اللي عمنا هيك صينيت الخضروات صارت جاهزة صار وقت إنو نرش عليها شوي من الملاح رح زيت كمانة شوي من الفلفل الأسود كمانة سمونكت بابريكا أو البابريكا العادية وبالأخير رح بشعلينو شوي من الزيت ودخلون على فرن محمى مسبقا بحرارة 200 رح ياخدوا تقريبا من 40 إلى 50 دقيقة من بعدها بكونوا الخضروات صاروا جاهزين ونشووا عندي بطريقة كتير منيحة من بعد ما بينشووا كل الخضروات يلي عندي بقل تنجرة على النار رح بحط كل الخضرة يلي عندي مع السوس تعيتون يلي بتنزل منون رح زيد عليهم شوية ماء وبالنسبة لهيدي الشوربة ما منكتر كتير ماء لأنه بالأخير بديها تطلع شوية سميكي مش شوربة كتير رخوة والتوست يلي أنا عملت لهيدي الشوربة إنه زدت عليها مقدار معلقتين كبار من الريد كاري بيست هيدا المعجون رح يعطي طعمي كتير طيبة للخضرة وللصوص وللشوربة يلي عندي رح بحرك كل المقادير كتير منيح مع بعضهم واتركهم على نار متوسطة مبدئيا كل شي عندي مستوي أنا بس بدلي إنه ياخدوا من طعمة بعضهم من بعدها رح بطحن كتير منيح كل الخضرة يلي عندي من بعدها رح ننقل الشوربة مرة تانية على الغاز على نار متوسطة ورح نزيد عليها مقدار كوب من كرامة الطبخ من بعد ما منزيدلي كرامة رح منحركوني كتير منيح ونتركهم مدة خمس دقائق لعشر دقائق على نار متوسطة وهيك بتكون شوربتنا صارت جاهزة ومن بعد ما الشوربة صارت جاهزة صار وقت إنه نسكبها بالكسات وشوفوا لي لون هالشوربة قدي طالع طيب هاللون اللي أخدني هو أخدني من الجزر من كامانة الفلايفلي والكاري بيست يلي زدنا عليهم يلي عطى طعمي مش طبيعية لهيدي الوصفة وبالنسبة لهيدي الشوربة بتزينوها بالطريقة يلي أنتو بتحبوها أنا زينتها بالبامكن سيد وكمانا رشيت عليهم شوي من التشيلي فلايكس وبالاخير كم نقطة من كرامة للطبخ وبالنسبة لهيدي الشوربة بنقدم كمانا معا صندويش جبني هني عبارة عن قطعتين خبز من التاست وبأي نوع جبني مثل الموداريلا أو الأمونتال أو أي نوع انتو بتحبوه بتغطسوا هايدي الخبزة بقلب الشوربة واستمتعوا بأطيب شوربة ممكن تدقوها أو تجربوها بتمنى هالوصفة تكونوا حبيتوها وأكيد تجربوها بهذه الطريقة صحة وهنا على قلبكم جميعا بشوفكم بفيديوهات جديدة ترجمة نانسي قنقر